بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الحلقة الجديدة اليوم بإذن الله رح نشوفوا كيفاش نبعث لـ command to juniper router كما في الحلقة السابقة شفنا كيفاش نستعمل في Cisco EOS وقلنا باللي لازمنا secret password بالنسبة لل Cisco بالنسبة الثاني باش ندخل الconfiguration لازمنا نديرو NAT CONNECT ENABLE وهذا قلنا خاص بواش خاص بـ Cisco دو كنشوفوا juniper كيفاش راح نقصدو للconfig والا نقصدو صوم configuration وين في juniper أوكي؟ سو لاتستار أول حاجة راح نروحو الـ router 1 راحو الـ device type أوكي؟ سيسكو هنا يا راح نبدلو واش راح نبدلو راح نبدلو واش للـ آم راح نبدلو juniper to juniper أوكي؟ عندك هنا يا حزيلة أوكي good أوكي good عند بعد اوين رحو خاصنا هذا راح نمحوها secret لانو ما عندناش secret في اسمه في juniper راح نبدلو IP address ونقصدو EP address لتعي juniper نستعملو 165 اللي هو الديبايس الرقم خمسة هنايا نبدلو رقم خمسة هنايا نبدلو رقم خمسة هنايا ما نحتاجوها وانا خاصة بسيسكو فقط هنايا راح يتبدل بالنسبة للجونيبر وش رانا راح نديرو هنايا راح نعملو الاسم بارك هنايا واش تاجونيبر set 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 address or set interface loopback 0 loopback 0 unit 0 family inets address قل باركزمبل loopback 555 slash 32 okay هادييا نسيبو وبعدها وش نديرو لها نعملو top والله نعملو commit directly نعملو commit باش يسيبونا configuration نغلقو نغلقو القوص نتعنا good هادي هو بالنسبة للواش بالنسبة للجونيبر ذركا نتأكدو بالك شما حاجة تخرجنا بالك ما نباليش بس كراني ما جربتاش راح اول مرة نجربها معك output netconnect send config set set interface loopback 0 unit 0 family inet address 55 slash 32 نعملو commit اوكي هادي صحيحة صحيحة اوكي لاتس try اران ونشوفو هاو تخلجوني بر اسكو يطبقنا الادرس والله لا لا الله هو لا ما طلعناش في هاذي الحالة سير كينا لازم نديرو ثاني config باللي راهو راهو تخل mode configuration لازم لازم نديرو mode configuration راح نديرو نزيدو سطر هنا في هذا السطر فانا راح نديرو راح نقول له net connect connect ونستعملو نرمامو كينا config mode هذي نستعملو هذي config mode باللي راهو هذي ال configuration تصرا وين في configure after configure لانو احنا يوش رانا مادمنا مدرنا لوش هذي رانا قلنا لو طبقها في mode show وهذي مستحيل تصرا ما تقدرش تconfigure حاجة في mode configuration لازم يكون اه sorry في mode show اه ما تقدرش لازم لك دير هاوين في mode config let's try again ران شوفو اسكو حقبها ولا لا لا هاو تخل normal اسكو يكون في هاو لا 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 كاينة غلطة وخدو اخرى مادقري درنا ال 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 config not config mode الله اعلم هن هيا لازم نا اعطول ال alright لانو لو كان نعود نرجع لل 들 راوتر نتاعنا راوتر 5 ندخل له ونقول له أعطيني show configuration اللي عندها علاقة بالسيستم بالسيستم بلوغين اللي عندها علاقة بالسيستم بلوغين شوفش قال لي قال لي عندك user و small app وشنو الكلاس نتاعو راهي operator ما عندوش all rights عندو ما عندوش all rights اسم ما في هذي الحالة لازمنا نبدلولو الكلاس نتاعو اوكي نبدلولو الكلاس نتاعو كيفش نبدلوها نعطولو super user ونشوفو بالك اللي الغالطة راهي هنا edit user or edit edit system login user lab اوكي ونديرو show باش نشوفو شراكيه هنا ونقولولو set class super user اوكي بعدها نروحو لل top ونديرو comment ونشوفو اوكي نشوفو اسكو بدل من class من operator لل اوكي من operator لل اوكي من operator قادرة تكون super user super user عنده وقع صلاحيات انه يقدر يدير كلش نديرو اوكي انتر ونشوفو جوني بالرابتر وانقدر يدخل ليها اسكو يقدر يديرنا دي سكريبت والله لا لا اسكو يقدر طبقنا لو back interface والله لا لا ونشوفو كان موضوعين موضوعين واخت اخر عطيت له all the right ولكن ما حبي عطيلي وش قالك هنا قالك هنا في net config set اوكي وقدرت set interface loopback unit 0 family ip address بلك راه هذي قالطة بلك بلك syntax دي راني كتبتها سننعودوها هنا بلا ما بلا ما نديروه set interface loopback الله اعلم ونقيدم استني ونقيدم ما كانش loopback كاملة show interface terse اسكو كان هنا كلمة loopback ما كانش loopback كان هنا L0 loopback 0 مشي كيما سيسكو لازم تكتبها كاملة قادرة تكون هذي الغالطة loopback 0 loopback L0 0 00 نكتبوها له هكذاك 00 units ونشوفه نعود ونديرو اوكي بلك راه كان بروبلم هنا في syntax سنغلط شوفه الريزولت كين بروبلم اللي هو قلق نات config set interface L0 unit فاملي اي نات ادرس 55 32 32 comments سنغلط ثاندرس 0 V ثاندرس نعم دون ديرو set interface نوباك 0 فام حر يونيت 0 فاملي اي نت ادرس درنا فاملي ادرس 5 5 5 دعنا نصف 32 نارم موزح نارم موزح سنتاكس اوزح اوكي print output هم انا درنا عطينا له اسمه عطينا له عطينا له نعم مو عنده الصلاحية كاملة print output print netconnect بومات اوكي هذي يطلع انا مشكلة هنا netconfig اصلا نحو netconfig كاملة لانو ضكا عنده all right ونشوف اوكي هذي مو عنده السوپر يوزر ومع عنده الصلاحية نعم 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 باما باب same thing now you can look you can also check session logs دعنا حق نشتب logs so interface law family اي نت ادرس 32 اهلا ايه سلقون configsets ok very strange اما هبش تمشي اما هبش تمشي نت 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 لي اينة ادرس سباش ترتيتو بعد كوميتي لي. ما عندهش حاجة اخده اخرى. او تقلي هو يدخل للاخر ولكن مش يطبق لي في ال اي بي ادرس. اعفل اه اسمه. في ال اه الكومنت. شنو هو البربلم؟ البربلم را عانا. بنا تكون ناين .config.config.config mode. وشي فوت الconfig mode. اجد تحديد. لا تجد شيئا من الوضع. ترا على سينا. حسن ما انت مقاتل معها. انت مقاتل بإسلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شو أوف الاسترابة اشتركوا في القناة صورة القناة ماذا ما قدر يدخل الله ورسيله. وعطي له السوبر يوزر. هلاش ما تخلش لل لاش ما كنفيجي ليناش نات كونكت كونفيج ست ست انترفيس ديانه تحسزها بيا. تحطها هنا تلاقيها تمشي نورمال. انا كنت اه اوبس ات سلات. ها اذا انترفيس جدرت. اه اه. ما شي ست انترفيس. ست انترفيس. هاكم تشوفه معايا هاي ويناس سينتاكس قادرة تكون هذي الغلطة سنعوده هون ست انترفيس ست انترفيس لوباك 0 unit 0 فملي فملي انت address 555 32 ونغلق القوة سنتاعي اوكي دعا ما تكون هنا البربلام هنا في سينتاكس دي قبيل اتخلط لي شوي ما بنسيسكو جونيبر عادي نورمان قادرت ايوه شفتوا جماعة انا ضربنا فيها علاج الاس جماعة لكم شفتوا هنا يا بنا جربناها مع بعضانا وشفناها ها وهنا يا راهو دارها ست انترفيسس لوباك 0 وبعدها قوميتها وعطانا الريزة الطالة وكنا نعود نرجع ذركا هنا يا شو انترفيس تيرس وش راح نلغى راح نلغى باللي اللوباك انترفيس راح يمكون فيجيريا 5555 شفتوا جماعة قادرة عفسة خفيفة قادرة ما تمشيلكش لانه هنا يا سنتاكس هنا يا اس هذه مهمة اوكي مفهومة ذركا بارك حبيت ارجع ال operator user اسكو يمشي به ولا لا لا operator user مشي super user خاصني نروح ال edit system interface or system login system login شو هنا يا حبيت نبدل الكلاس ونشوف operator هذه اللي حابة نشوفها مع بعضانا operator class set class operator class 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 uh system login uh ah okay edit user user lab okay set class operator okay top نديرو commit ونشوفو اسكو operator يقدر عندو الصلاحيات انو يدخل دايريكت لي ولا لا لا الله اعلم اه نديرو run ونشوفو او تخل الموت شاو بسع اسكو موت config يقدر يدخلها ولا لا 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 شوفو شوفو اه شوفو اه واشتو operator ما يقدرش يدخل ما اللي قريكو الناس حاح احنا يا ماش كان ما كانتش راحة تمشينا صوف بلا ما نديرو واش بلا ما نديرو super user سما اول حاجة اللي لازم ديرها كي تكمل هذي راح config خاصك تعطي صلاحيات لليوزر لاب هذي يوزر لاب هذي يوزر لاب تعطيه صلاحيات سوبر يوزر به يقدر يدير configuration اما هذي يقدر غير يشوف سي بورسا كم شفتو هاو دخل عادي بصح ماقدرش يدير config في الحيصة السابقة راح كان operator سي بورسا كنا نقدرو نديرو شو كنا نقدرو نشوفو شو انترفيس تيرس اتساترا بات في الconfiguration ما يقدرش سما باش تدير configuration خاصكوين تروح خاصك تدير edit login وتروح لليوزر ليو اسمو لاب وتقولو set super class اوكي اوكي بعدها تتروح لطوب وتقوميتي الواش بعد ما تقوميتي تقدر انك تبعث منا سكريبت عادي وكاكي تجي تشوف توقعه يمشي نورمال بعث اللوبباكن تاعنا اللي هي five five وقوميتها اي تو ها كما قم تشوفو هنا ها هو هنا مفهوم مجمعه ان شاء الله تكون استفدنا من هذي الغلطة اه صراحة اول اه انا ثاني اول مرة راني نجرب على جونيبر اه راني نتعلمه مع بعضانا اوكي اعطيكم الصحة شوفكم في الفيديو اللي بعده اعطيكم الصحة السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة